مرة تانية بس أنا بأكد على فكرة أنه أنا لما بقى حط أو وطرح تساؤل أو بوجه انتقاد لأسلوب مش لشخص هدف يعيني على المصلحة زي كل جماهير الكرة في مصر اللي نفسهم دايما يشوفوا منتخبات مصر ويشوفوا الأندية المصرية رفع العالم المصري في كل محفر يعني فكرة أنه الإنجازات تيجي بالصدفة أو تبقى مرتبطة بأسماء معينة أو بجيل معين احنا خلاص ملينا من ده واللي يبص للكرة المصرية أو للمنظومة هنا مش بكلم على أشخاص مرة تانية بكلم على أسلوب على فكر على رؤية الأسلوب والفكر والرؤية اللي بتدار بيهم الكرة المصرية في العشرين سنة الأخيرة مثلا تلادي ما فيش حاجة حصلت لقدام ما فيش تغيير ونفس الطريقة بنفس الأسلوب بنفس الإمكانيات بنفس الرؤية ما فيش حاجة بتتطور ما فيش حاجة بتاخدنا لقدام ما فيش حاجة بس على الأقل تقدير يعني إذا كنت بكلم على حتة التخطيط توريك اللي جاي فيه إيه أو إحنا مستعدين ليه إزاي وده ربط مثل بده على الموسم القادم اللي كل الأندية المصرية وكل الأجهزة الفنية في مصر وكل اللي عابين المصريين ومنتخب مصر بقيادة كابتن حسام هيدفعوا تمنوا وتمنوا غالي جدا في توقيت إحنا محتاجين نتعافة محتاجين منتخب مصر يرجع مرشح مرة تانية بقوة لأنه يحصل على لقب بطولة أفريقيا محتاجين منتخب مصر يصل لكاس العالم بدون حالة المعاناة اللي إحنا بنعيشها ما اعتقدسوا أن المصريين عندهم من الوقت ولا المجهود ولا الأعصاب أنهم يستنوا تلاتين سنة عشان منتخب مصر أقوى منتخب على مستوى القرارة الأفريقية بحكم ألقابه القرية مش عارف يوصل كاس العالم على كل أحوال هتكلم طبعا مطش الجونة حاضر معنا في حلقة النهاردة وهتكلم كمان على موسم صعب جدا جدا وخصوصا وخصوصا للعاب النادي الأهلي الحقيقة اللي بيعانوا أراد يبقى لهم موسمين على التوالي من تلاحب مباريات وضغط مطشاط ما حصلش في تاريخ مصر على الإطلاق والأسف الشديد جدا وده اللي بقوله وهيستمر ده على مدار الموسم القادم بشرفنا النهاردة واحد من الأهليوية الكبار الحقيقة كان نجم طبعا نادي المأولين كابتن إيهاب المصري ضفنا فيه السادسة بسأل خير كابتن إيهاب أهلا بيك أهلا بيك وأنا طبعا بكون سعيد جدا بتواجدي معك وبكون لها الشرف لنا كابتن إيهاب خالينا سألك الأول نسخة السنة دي من الدوري إزاي بتشوفها نسخة طبعا قوية فيها مستويات متقربة بين فرق وفرق يعني أنا بقسم الدوري أهل وزمالك وبعد كده مصري اسموحها بيرامدز وبعد كده باقي الفرق في ودي تاني يعني أهل وزمالك في هتا ومصري وبيرامدز واسموحها في منطقة وباقي الفرق الدوري كلها في منطقة تانية دوري طويل جدا من أطول الدوريات اللي مرت علينا في تاريخ كورة مصرية كان منافسة شغالة لحد السبعية الأخيرة في ندية سراع حسم اللقب أو سراع الهبوط التحدي دي مبارح طبعا للأسف هبوط نادي عزيز علي أو غالي علي طبعا نادي أسوان اللي أنا كنت أتمنى وجوده في الدوري الممتاز طبعا والإنتاج الحربي لكن يبقى مكان واحد للهبوط مين اللي أعرب من وجهة نظرك؟ الأعرب أعتقد دجلة أعتقد دجلة بس فيه دجلة فيه كلام بيتقال دجلة عنده ثلاث نقط هيجوا من التحدي الدولي أو المحكمة الدولية لأنه اشتكى المحكمة الرياضية فيه مباراة طلعي الجيش طلعي الجيش أشرك محمد ناصف وفيه كلام بيتقال كده في الكواليس أن الولي دجلة عنده ثلاث نقط هيحصل عليهم في نهاية الموسم بس هي المنافسة صعبة جدا يعني حتى أقول له حالك حاجة يعني برضو نتكلم قال دوري على الورق مثلا أو بالنسبة الناس كتيرة حسم لكن مدام فيه نقط في الملعب وفيه مطشات موجودة في الملعب طبعا كي المتفقين يعني لكن هي لإنتاج مثلا دوافع وممكن تختلف بعد مباراة الإنتاج لو كان مباراة كسب الماتش كان دوافع ويروح ماتش الماتش اللي جايه يبقى عنده دوافع مختلفة وعنده طموح مختلف ده اللي هتشوف ماتش البنك الأهلي البنك الأهلي هيفضل لغاية آخر ماتش بيدافع عن حلمه وفرسته اللي هو يبقى في الدورة الممتاز فالأمور صعبة فكله بيحاول كله سواء في القمة أو في القع كله بيحاول يكتهد كله بيحاول يعمل عليه فدي حلوة الدورة السنالية لكن هو في بعض المشاكل في بعض المشاكل في مشاكل كبيرة جدا سواء تنظيمية تصوير إخراج في حاجة كتيرة المنظومة التحكمية في حاجة كتيرة جدا ممكن هي بسيطة تقدر تتزبط لا تقدر تتزبطها يعني أنا أقصد البساطة في إيه لأنه أنت تقدر تقدر تحل المشاكل دي كلها من ناحية التحكيم أنا عندي دلوقتي فار مثلا لا أنا دخلين سخنين شوية ما علش أنا عندي فار أنا كحاكم قاعد على الفار إيه المشكلة يعني هغلط إزاي وانا قاعد بشوف اللقطة مرة واثنين وثلاثة إيه إيه حجتي اللي أنا أغلط مرة واثنين وثلاثة وأنا قاعد بتفرج زي زي المشاهد العادي بيعيدلي التصوير بيعيدلي مرة واثنين شايف إيه يعني أنا كواحد حكم مفروض دولي أو حكم كبير قاعد على الفار وقدامي اللقطة بتتعاد مرة واثنين وثلاثة بهدوء ليه ليه بغلط إيه إيه حجتي أنت بتتكلم دلوقتي في ناحية البشرية آه دي علامة استفهم كبيرة جدا آه يعني أنا أغلط ليه إحنا الزمان كنا بنقول إنه حكم الساحة حكم الملعب بيجيله للقرار من قرار في ثانية أو في الله الثانية وبالتالي مسموح له إنه يبقى فيه متقدرش تلومه بشكل كبير إلا طبعا في بعض الأخطاء اللي تبقى شاددت الوضوح يعني بتعب تتكلم فيها لكن دلوقتي أنا عندي بدل حكم اتنين وبدل الثانية عندي دقيقة واثنين وثلاثة واربعة في بعض الأوايا في بعض الحالات بتاخد خمس ست دقايق وأقول له حالات وبيطلع على قرار غرط في الآخر يعني فيه أوقات بيقعد بيقعد خمس ست دقايق وبيطلع على قرار غرط في الآخر يعني من الحاجات الغريبة جدا وممكن فيه قرارات يعني ماضي زي ماضي مثلا وزي كرة ماضي طلعي جيش اللي مخدتش خمس ثواني الجنب بتاع ياسر إبراهيم مخدتش خمس ثواني فيه حاجات طبعا كتير فيه حالات كتيرة في كل الفرق الدوري يعني يعني بعيدة عن النادي الأهلي برضو فيه فرق كتيرة جدا تعرضت لظلم باين جدا من الفار من التحكيم لازم منظومة التحكمية زي ما عايزين يطور رياضة في مصر لازم التحكيم في مصر يتطور بشكل كبير جدا لازم الحكام المصرية فيه عندنا حكام على كفاة عالية جدا يعني أنا بشوف كابتن محمود البنة من الحكام المميزين جدا طبعا فيه كابتن محمد الحنفي وقين ليه بعض الحاجات الفضل الأخيرة بس كابتن محمد الحنفي من الحكام اللي أنا بعتز بهم جدا أنا بشوفهم عنده بس برضو للأسف الفترة اللي فاتت فيه عدم توفيق فيه عدم توفيق كبير جدا من بعض الحكام أتمنى تدرجه في الموسم أو الموسم الموجبلة لأن احنا دخلين على موسم صعبة جدا عازك تقيم لي موسم النادي الأهلي بقى وإيه الفرق كمان بين الأهلي اللي شفته وتابعته مثلا في بطولة أفريقيا أو في كاس علام أندية ونحل فنية والأهلي في الدولي وطبيعي بعد بعد أي إنجاز كبير أو بعد ما توصل للطوفورم بتاعتك سواء زهنيا أو فنيا أو بدنيا ده اللي حصل ما قبل بطولة أفريقيا واللي احنا يعني نادي الأهلي راح ماتش كاثر تشيفز في كمة مسؤال فني والبدني والزهني وكل حاجة فطبيعي طبيعي بعد ما بتاخد بطولة أفريقيا بطولة كبيرة تروح تاني الموسم على التوالي كاس علام أندية بتبقى أنت بطل أفريقيا الموسم التاني على التوالي بعد صراع كبير جدا مع فرق كبيرة طبيعي اللعيب المصري عمتا هو دي المشكلة عندنا يعني اللعيب المصري ما بيقدرش يعني بيفرح شوية زياد ده المفروض ما يكونش موجود في النادي الأهلي النادي الأهلي ملحقش يفرح كمان النادي الأهلي بعد بطولة أفريقيا رجي بعدها بيومين لقى بماطش البنك ماطش البنك اعتقد كانت نقطة فارقة في مشوار النادي أهلي في البطولة من المطشاط اللي الواحد كان بيتفرج عليها وهو زعلان النادي الأهلي كان ماطش البنك الأهلي لا بيقدر بشكل كويس أنا قدر يعني متقدم بهدف أنا كنادي أهلي فنيا أعلى بدنيا أجهز كل حاجة في المرشات الزيدي لازم جول تاني يغطي الأمور كلها ويموت المرش لكن نادي الأهلي في الفترة الأخيرة دي كانت يعني في مشكلة كبيرة جدا لأنا ما بقدرش أنهي المبرأة من بدايتها أحرز هدف ويحصل تأخر في التعزيز الهدف التاني فبيدخل الفرق اللي قدامه في الجيم بشكل غير طبيعي مع بعض التغييرات اللي كان بتحصل يعني أنا باحترم الخصم بس باحترام مبالغ فيه شوية ما احترامي طبعا لكل الانديات الدوري المصري لكن الاندي الأهلي يعني هو تفكيره واحد تفكيره المكسب ماينفعش في أحد يعني أثناء سر المباراة وأنا ركب الجيم ومتفوق في كل الأمور وبروح وبضيع بضيع كتير وده غلط برضو اللي أنا لازم يجي لي واحدة والتانية لازم أخلص اللقاء لازم الفرص ما تبقاش بالكمية الكمية المهضرة اللي بتحصل لي لازم أعزز بهدفه التاني لأن زي ما بنشوف مثلا التغيير اللي بتحصل في نص الملعب اللي أنا بحاول أأمن نص ما العايب بشكل مبالغ فيه ده بيعمل علي زيادة هجومية وبيخلي وبيدي انطباع للفرق اللي قدامي اللي أنا بأمن وأنا كنادي أهلي مش محتاج اللي أنا أمن قدام الفرق اللي في الدوري المصري لأن أنا أنا أعلى فنيا وأعلى بدنيا وأعلى زيانيا وأعلى كل حاجة فدي كانت من المشاكل اللي حصلت الفترة اللي فاتت موضوع الاحترام المبالغ فيه شوية لازم أحترم طبعا الخصم وأديله كل الاحترام لكن أنا شخصية من النادي الأهلي لازم تكون موجودة في المشاوط دي الفريق البطل وده اللي تعودنا عليه من النادي الأهلي ما ينفعش يخسر نقطة من الفرق اللي احنا بنوع عليها فرق المؤخرة انت كنت مهاجم كابتن إيهاب وجنت لعيب كرة بصراحة يعني من لعيبة اللي تحب تفرج عليها وبالتالي لمسألك على مهاجم النادي الأهلي بالمناسبة الأهلي هو أقوى فريق ناحية الهجومية على الرغم انك انت قلت كم كبير من لو كلمنا على مهاجم النادي الأهلي مين أبرزه؟ يعني شريف طبعا هدف البطولة حتى اللحظة شايفهم ازاي التوارم مع مستر مسلماني؟ شايف لو ليك وجهة نظر في انه من الممكن اعادة توظيف او ممكن ان احنا نشتغل على اسماء بعينها الاسماء اللي ممكن تكون مكملها معينة؟ من وجهة نظر كابتن إيهاب؟ يعني انا شايف طبعا شريف ما شاء الله عليه طبعا شريف بقى في حتة الوحدة بين مهاجم النادي الأهلي وهو المهاجم الأوحد لنادي الأهلي حسنا بقيمة شريف في المطشين اللي فاتوا وهمنا النادي الأهلي حس بقيمة شريف في ممكن قبل مطش المصري مطش المصري كان فيه غزرة تهدفية بشكل كويس جدا وكان فيه تركيز على المرمة مطش الإسماعيلي مثلا انا شايف بقى نتكلم عن نهل هجومية فيه بولترب واليا لما المصر مسلماني يحتاجه حاول على قد ما يقدر بس مش هو بولترب واليا اللي انا كأهاب المصري كنت مستنيه يعني انا من الناس اللي انا كنت براهن عليها وولترب واليا كنت شايف اللي هو مهاجم يقدر يصنع الفارق في النادي الأهلي اللي انا شفته في الدورة المصري مع الجونة طبعا فيه اختلاف كبيئة بين الجونة والنادي الأهلي بس هو برضو عنده يعني انا حاسس اللي هو خلاص فقد السقة فقد الحافز او الدافع اللي انا اكمل في النادي الأهلي دي وصله لنادي الأهلي بيفكر في حد تاني او هو خلاص هي الامور واضح اللي هو مش مش قادر بتأثر نفسيا على ايه بتأثر نفسيا جدا 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 واضح عليه الرغم انه فيه مطشين تلاتة كده من اسوان مقاولين ادى بشكل كويس جدا لما نزل وانبي كان كويس يعني ضيع قابا السجاب بس هو عنده احسن من كده ممكن يكون محتاج مطشاط محتاج سقة مباراة اكتر جنف التاني هيدول السقة شايف تطور حسين الشحات الفترة اللي فاتت لو لازم نصني على اداء حسين الشحات بيقدي فترة هي الاميز والاهم لحسين الشحات في النادي الأهلي شال النادي الأهلي هجوميا بيقدي بشكل كويس قوي ليه دور وليه بصمة شوف الفترة الاخيرة هي افضل فترات حسين الشحات مع النادي الأهلي من اول منضم ولا كان في فترة تتمنى انه يوصل لها هو ده بقى اللي انا عايز اتكلم محرك برضو خليني عف سواني كابتن اهب معاك ونروح لازمنا شريف شعبان من ملعبة تيتش للطمن على تمرين فرقة النادي الأهلي النهاردة واستعداده طبعا لمواجهة الجونة بعد بكرة بعد عودته للتدريبات سيخير الشريف نارف من